بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الزوج يتزوج على زوجته في المنام للعزباء والمتزوجة والحامل فإذا رأت الفتاة الزوجة يتزوج بأخرى في المنام فيدل على حصولها على ما تريد كمؤهل دراسي أو وظيفة ملموقة ورؤية الزواج الفتاة العزباء في المنام يدل على الراحة بعد التعب وتحقيق المراد ورؤية زواج الرجل المتزوج بأخرى في المنام للفتاة العزباء يدل على إيجاد الحلول لمشاكلها وعلى زوال العثرات والعقبات في طريقها وإذا رأت الفتاة أنها تتزوج فيدل على النجاح والتوفيق وعلى تخط العقبات والمحن وأما بالنسبة للمتزوجة فإذا رأت المتزوجة أن زوجها يتزوج عليها في المنام فيدل على السعادة والاستقرار في حياتها الزوجية وعلى كثرة الخير والنعم وإذا رأت المتزوجة زوجة أخرى لزوجها في المنام فيدل على ترقية لزوجها وعلى ذرية الصالحة أيضا ورؤية الزواج من امرأة مجهولة في المنام للمتزوجة يدل على موت الزوج وأما بالنسبة للحامل فإذا رأت الحامل أنها تتزوج في المنام فيدل على ولادة بنت وإذا رأت أنها عروس في المنام فيدل على تيسير الولادة وسهولتها وتدل أيضا على ولادة مولود ذكر وإذا رأت المطلقة أنها تزوجت في المنام فيدل على حصولها على ما تريد وعلى بلوغها الأماني وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وشكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر